اشتركوا في القناة يعني بيقدر شخص يقرانا مثل ما منقول من وراء نظرة عيوننا صحيح هي نافذة الروح لعيون يعني الواحد من عيون بيقوله بيقره من عيونه فإذا كمان كتير منلاحظ إذا كنت عم تحكي مع حدا ما وأنه هذا الشخص بطل يطلع فيك يعني تلقى قيام تحس حالك أنت منك قادر تكفي كلام يعني بتصير إذا بدك تكفي كلام عم بتعمل كتير مجهود لحتى تكفي كلام فمن هون لغة العيون أو الواحد يعمل الاتصال بالعين كتير ضرورية واليوم منا نحكي عن كتير أمور أنه وين أنه لازم يصير فيه اتصال بعيون وأهمية الاتصال بعيون لوين بيوصل فيه صور نحنا منا نشوفهم فيه منشوف أنه مساء يعني الأم بأول صورة كيف هي بتكون عم تطلع بإبنه وإذا بتطلعوا بالبيبي البيبي عم بيطلع مع أنه عم نحكي هذا عمر كتير صغير يعني بعده خلقان جديد بس كيف هو عم بيعمل مع أمه وهذه الدراسات بتقول أنه الاتصال بين الأم والولد بتصير بهذه الأمور يعني بنتطلع أنه الولد ما فيه شي لنظره عن أمه كمان قصة أهمية الاي كونتاكت عند البيبي بالتحديد ما بتخليه كمان يتعلم يعني هو بيصير وقته بيصير يتطلع ويشوف يعني شو ما بتعمله انت جريما سيت بوجيك بيصير هو يقلده بمحل معين فهون من بلش يعني منحنا وصغار أهمية الاي كونتاكت الاتصال بالعين كتير ضرورية نتابع كمان مع الصورة التالية لغة العيون بين الحبيبين أو الثنائة يعني نرجع منحكي عن موضوع البوندين يعني أنا كتير عم بركز أنه ليش الواحد لازم يعطي أهمية للاتصال بالعين منعرف كتير منيح وقتتنا يكونوا مغرومين ببعضهم ما هيدا مثل ما شايفين بالصورة هيدا النظرة عم بيحدقوا بعيون بعضهم كتير مهم أنه التحديق بعيون بعضهم بتحس كأنك عم بتفوتي على قلبه على روحه من جوة وهون بتنمى المشاعر أكتر وأكتر وقتها يصير فيه هذا الاتصال بالعيون بهذه الطريقة مثل ما شايفين يعني عم بيصير النظر بالعيون دغري وبتكون هي يعني بكل الوج بس بالتحديد بالعيون بالعيون دغري الحكة بالعيون بس هوني بدي ألفه تنمى ما هي أنه هذه طريقة النظرة ما فيك أنت الطبقية مع مما كانوا التعاملية مع مما كان هوني الهافوات اللي بيفوتوا فيها الناس أنه ممكن نظرات اللي بيعملوها لطريقة اللي بيطلعوا فيها بالآخرين تفضح تعطي إشارات كمان مختلفة يعني إذا أنا مني واعي على طريقة نظرة كيف عم بنظر للآخر أنه هوني أنا أنه رح يمكن فوت حالي بأمور مني أصدع أن فوتها من هوني أنا بدي ركز أنه بليز بليز انتبهوا على الآي كونتاكت أقول لكم كيف عم بتعملون لأنه كتير ممكن يمكن أنتوا ما نكون قاصدين شي بس الطريقة اللي أنتوا عم بتطلعوا فيها توحي بشي أنتوا مش قاصدين توحوا فيه وإذا قاصدين توحوا فيه وحوي عبره هذي مضبوطة كوه بالعيون إذا مش قاصدين انتبهوا يعني خاصة مثلا هذي بموضوع إذا عندك أنت بالشغل بالبزنس بين الرجل والامرأة هوني فيه تكنيك أنه حتى ما تنفهم غلط بيقولولك أنه أنت بتطلع في 5 سن بتطلع بالشخص لخمس سواني وترجع بتكسري نظريك يعني يعني أنه بتطلع بغير محل أو يعني بس أنه هذي الكسرة أنه ما تدلك على فرط صحبة عم تطلع بالشخص فهذا هوني تب للمشاهدين اللي عم يسمعونا الصورة الثالثة هوني وجعنا على موضوع البزنس مثل ما شايفين كتير مهم أن يكون في اي كونتاكت وتكوني أنت بضمن العمل أو حتى يعني عم نحكي هوني لأنه شخصين هني من ذات الجنس الأهمية هوني ماي أنه أنا وقته بتطلع بالشخص بعيونه وعم نحكي بالوجه كله سوا بقدر أعطي كمان أنه أنا واسق من حالي نعرف كتير منيح ممكن نحنا ناخد نظرة عن الشخص اللي هو بزيح عيونه ما بيعمل الاي كونتاكت ما بيعمل خجول مرسي وما عنده سأب مرسي يعني سالكم في سالف درجات منخفضة صحيح فأنه هوني كتير مهم أنه واحد يوعى على هذا شيء ممكن نحنا أن نكون مستحيين هذا مش غلط بس إذا أنا بشتغل حالي أنه أعمل هذا الاي كونتاكت أنا أذكر حالي أنه ضرورة وأهمية أنه أنا أعمل هذا الاتصال بالعين أنا بعت الصورة أنه أنا عندي سئة بحالي وعندي أنه عارف حالي أنه عندي الجرأة أو بس يمكن أنا ضمنيا أنا خجولة بس أنه هذه الأهمية دايما أنا بقول أنه أنه أنت شو صورة تعكسها للآخرين تقدر تشتغل عليها لو أنت يمكن جوتك كيف أنه بتاكس الصورة تبيتك للخارج فيك تغش لأنت الشعور اللي بتكون عندك من جوتك طبعا منتابع بالصور كمان ومنشوف سوا الصورة التالية وهي هون وقت نكون بجمعة يعني هنا أنا حطيت صورة ضمن العمل يعني إذا عم نكون شخص عم يحكي لفريق ضروري نوزع نظراتنا عالكل إيكوالي لأنه هذه حتى بالجمعات يعني إذا نحن جمعات السوشل يعني الاجتماعية إذا كنا جروب كتير كبير ومن فوكس على شخص واحد الباقيين شو بيحسوا منهم معنيين بالحديث فبالتالي في أيام كتير بيصير يفتحوا أحاديث جانبية بتكون أنت عم تحكي أنت أذيك توصل الحديث للكل بس لأنك أنت ما عم بتوزع النظر على الكل بيصير هن حسين حال ومش معنيين بالحديث وبينفتح أحاديث جانبية أو بتخسريهم بتبطلوا أنهم ركزين معك هون الضرورة كان بالعمل أو بالحياة الاجتماعية إذا نحن موجودين بجمعة نطلع نوزع النظر على الموجودين أنهم ما نكون مفوكسين أنت عم تلقي خطاب من الأمور هيك مثل هيك اتب ممكن أنا موجودة بالسالة أنا على منصة بد اتطلع بالجميع لأنه أنا كمان يعني كل الموجود بالقاعة بس في أيام كتير أنه أنا بيكون في عندي البانيك لأطلع عامل الخطاب أو بيكون في عندي الخوف أنه أنا عم بعمل الخطاب كتير مهم نلاقي بالحضور وج مريحنا نركز عليه الوقت الأكتر بس ما نكون مركزين كل الوقت عليه هاي دي هون أنه القصة التركيز على شخص واحد أكيد يعني مثل ما عم بتقول ما نركز بس نرجع له لهذا الوج اللي مريحنا خلال الخطاب أو القاءنا لل كلمة اللي عم نقول هون عم نشوف الصورة الأخيرة معنا لليوم ناتالية وهي الأم مع بنت بس إذا منلاحظ البنت زعلانة هون ما أنت حضرتك أم وقت بتعرفي لولد أو ابنك تنهري شو بيصير عادة بيبرمج ما بد بقى يعمل آي كونتاكت معي لأنه طالما يعمل آي كونتاكت هو يعني بد يسمع بد يتلقى فمجرد أنه يكسر هيد الاتصال بالعين يعني أنا ما بد أسمعلي هون كتير ضروري وقت من أنعطي ملاحظ الولد مثل ما شايفين الام نزلت على مستوى البنت فأنه ننزل على المستوى إذا بدنا يسمع لنا ونجرب قد ما فينا نخلي يكون عم بيطلع فينا لا حتى أنه يتصل لرسالة ويكون عم يسمع الولد بيقصد هيد بالفترة بتجي أنه أنا ما بد أسمعلك أنت عم تعطيني ملاحظة أنا مان مبسوط فبالتالي ببرم موجة كتير مهم كمان نحنا بالحياة نحنا كريشدين بالتواصل بين بعضنا وقت يكون في نقاش ما نطلع ببعضنا كتير مهم إذا بدك أنت تقنعي الشخص الآخر بالشي اللي عم بتقولي أو بالفكرة اللي عم بتقولي ما فيك تكون أنت عم تطلع غير محل يعني أنا تخيل ما عم بحكيك وعم بقنعي بشغلة تبقى أنه أخدتيني على محمل الشات كتير مهم نحنا وقت بنقاش ونركز الزون اللي تريونج هي هون هيد البرتي بقول لك كمان أن الشخص أنه حتى يقنع كمان بالزيادة ويفرج أنه كتير جد بالعينين أنت أنه بتاعت النوع من العبس مش العبس الكتير قوية بس أنه بتكون أنت الحواج بتبعو لك شوية شدتين أنه أنت بتكون عم بتاعت الجدية وانت مصرة بالإقناع على الفكرة الفكرة أنا هيد متبنيت للفكرة لأنه تخيل أنه إذا في احتدام يعني في نقاش وفي وجهات نظر مختلفة وقالك أنه بها البسم وبها الارتياح بالنظر كمان ما رح أقدر إقناعي فمن هون نحن معنا المشاهدين أنه كله بينشغل عليه كله واحد بيقدر يكون واعع أهم شي أنه كيف أنه عم بيعمل هو بنظره وكيف عم شكرا كتير لحضورك معنا وأهلا وسهلا فيك خبيرة الاتيكات ناطالية اندراوس دايما نصايح أكيد بتفيد لكتار لهون مشاهدين أنا بدي ودعكم وقالكم حتى لما يكون في وجهات مختلفة بينكم وبين الآخرين بالآخر هيك خليكم مرخيين عضلات وجهكم خلي البسمة دايما هي اللي تكون حاضرة أول صدقوني في كتير أشخاص عم بيتوجعوا في كتير أشخاص بردانين من جوة بحاجة بس لبسمة مش أكتر على هيدا هيك على هيدا الناطق بوضعكم اليوم على أمل بكرة منلتق أكيد بيوم جديد زملائي وأنا ملاقيكم بتمام الساعة 8 ونص من هلأ لوقت بليز دفوا حالكم كونوا دايما إيجابيين ومتفقلين موسيقى ورسموا البس مع وجوه كونوا باي